نروح بقى لي الاهلي والزمالك النهاردة الاهلي عمل المباراة بداية كانت تبدو انها معقولة مع سانداونس بس واضح ان سانداونس فريق قوي جدا والاهلي ما قادرش يحقق الفوز فيه انها شفت المباراة دي ازاي شفت المباراة وانا قاعد اتفرج ان انت ممكن تكسب 3-4 وممكن تقصل 3-4 هقولك على حاجة مهمة جدا ودي بتقابل المدربين اللي هم بيجوا يمسكوا الاهلي كأجانب سأقدم تجارب افريقية قبل كتب كلر من المدربين دول بيلعب كرة مفتوحة كلر احنا تقيمنا ليه حتى احنا خلال المباريات حتى كاسعلم لانديها بيلعب كاسعلم لانديها بيلعب كرة مفتوحة كرة مفتوحة لما تيجي تلعب مع فرق جنوب افريقيا بالتحديد جنوب افريقيا لو انت تفرجت على الدور الجنوب افريقي هتلاقيهم بلعبوا كرة مفتوحة ما عندهمش جوانب تكتيكية ما عندهمش نزول تحت الكرة العشرة يبقوا تحت الكرة زي مثلا ما بتلاعب لو انت لعبت فرق مثلا هترابلك مثال شمال أفريقيا برابو عليك يعني لو لعبت فرق من تونس لعبت فرق من المغرب لعبت فرق من الجزائر الفرق دي لما بتفقد الكرة كلهم بينزلوا تحت الكرة صح ده مش موجود في فرق جنوب أفريقيا وبالتالي لما جا لعبهم أنا كنادي أهلي سواء عندي أو عندهم أو بلعبهم في أرض محايدة أنا ما بتكلمش على الملعب أنا بتكلم على إن أنا لازم يبقى عندي جوانب تكتيكية دفاعية إن أول ما بخسر الكرة ما الدهمش مساحات هم بعزين مساحات صح وهو ده اللي عملوه النهاردة النهاردة لما لقوا مساحات واسعة بدأوا يلعبوا كرة ويستلموا ويسلموا وتعبوا النادي الأهلي صح هم عندهم أخطاء دفاعية عندهم دفاع كان بيعمل كوارث النهاردة كنا ممكن نستثمرها وكنا ممكن نحن نستفيد منها لكن في نفس الوقت هم برضو وصلوا للدفاع بتاعنا بشكل قوي جدا وعندهم أكتر من فرصة ضيعوها على الشناوي وبالتالي ده دور الجهاز برضو الناس اللي هي عندها خبرة في أفريقيا واللي اشتغلوا في أفريقيا لازم يبقوا ولو يعني لازم يدوا النصايح دي للراجل ولو إن أنا برضو بعض المدربين لأجانب كريم مش بيسمعوا قوي للمساعدين المصريين بالتحديد اللي أنا عايزه أعمله يوه اللي أنا عايزه وأنا عامله وهو بمغي أنا هعمل كده أنا شايف النهاردة إن كان ممكن أهلي يكسب سانداونز يعني سانداونز آه فرقة كويسة لإنت أديتها الحاجة اللي هي عايزيها أديتها الحاجة اللي هي بتوجدها أديتها الحاجة اللي هي بتاعها بتعملها بتاعها بتعملها صح إنك تدينه مساحة ويلعب كرة على الأرض ويعرف يوصل لجون بس كده فوصل قدر يحز هدفين اتقدم بهدف بعدين عنده دفع ضعيف أنا شايف حراسة المرمى عنده ضعيفة كرة حتى الهدف اللي جابه الشحات بعد ما داخلوا جوه وحطها في الدقيقة دي ما تخش في جون يعني كرة بدائية لكن الأهل يقدر إنه هو يعني كان ممكن يطلع بالمبرارة لكن وإنت بتتفرج على المطش ما فيش حد يعني أنا توقعت بعد اتنين واحد إنه يروح عامل تغييرة يقفل بيها الملعب فيهم قصدي إزاي بحيث إن أنا يبقى عندي أكبر عدد من اللعيبة تحت الكرة كان ممكن يطلع بالمطش وعدين رحوا هما راجعين بالكرة الهدف اللي حصل فيه الخطأ اللي دفع